موسيقى الحلقة تعطي النهاردة ازاي تعمل ضبط مصنع لشاشة سامسونج ولو هتعمل ضبط مصنع هتحذف كل شيء وتبدل من جديد كل التطبيقات اللي انت حملتها وكل القنوات اللي انت نزلتها ولكن قبل ما تعمل ضبط مصنع خذ نسخة احتياطية من قراط بتاعتك على فلاشة ده بيتم ازاي اوصل الفلاشة في الشاشة هايجبلك اشعار عايز تخش على الفلاشة ولا يلغاء الامر هدوس على إلغاء الامر انا مش عايز اخش على الفلاشة هدوس على علامة البيت في بموت كونترول انا بس عايز اخد نسخة احتياطية من منفل القنوات بتاعتي على فلاشة فانا هعمل ايه هروح على الاعدادات وبعد كده هقف على البس واختار اعدادات الخبير وانزل عند نقلك قامة القنوات ودخل الباسورد اربعة صفار هو كاتبهه لك اربعة صفار وبعد كده هزهر لك اختيارين هتختار استراض ولا تصدير انا دلوقتي عايز انقل ملف القنوات بتاعي على فلاشة فانا اختار تصدير يبقى تصدير الى جهاز يو اس بي جاري نسخ قائمة القنوات اكتمل الناس وادوس على موافق يبدل خطوة رقم واحد ان احنا خدنا نسخة احتياطية من ملف القنوات على فلاشة وعلى فكرة ملف القنوات ده موجود في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليم مسبت تقدر تحمل ويشتغل معك وفي فيديو شرح تفصيلي ازاي الملف عشان يشتغل عندك لو شاشة بتاعتك مدينة 20 20 21 21 22 22 ازاي يشتغل معك في فيديو في القناة اصابلك في صندوق الوصف طيب عايزين نعمل ضبط مصنع موضوع سهل جدا وبسيط هتدوس على علامة وتروح على الاعدادات وبعد كده هتوقف على كلمة عام وتحوط شمال وتنزل عند اخر اختيار اعادة الضبط وتدوس على اوكي بيطلب منك تدخل باسورد اربعة صفار هيجيب لك بعد كده لوحة افشدية بيقول لك لو كنت بالمتابعة وضغطت على اعادة الضبط ستعود جميع الاعدادات الى اعدادات المصنع الافتراضية هتحذف كل شيء كل حاجة بالشاشة هتتحذف كل التطبيقات وكل القناة وكل حاجة هتتحذف لو ضغطت على اعادة الضبط طيب نبص معا بعد كده هدوس على اعادة الضبط ستتم اعادة تشغيل تي في خاص بك تلقائيا بعد اكتمال اعادة الضبط هيعمل رستارت من نفسه احنا دلوقتي 10% 15% هتنتظر لحد ما يوصل 100% مش هتعمل اي حاجة خالص وبعد كده هيعمل رستارت من نفسه وهوارج دلوقتي ازاي تعمل توليف بشكل صحيح احنا اركز معايا 100% هيعمل رستارت من نفسه دلوقتي اكتمل اعادة التعيين انا حتى ما الحقتش هدوس على موافق هو من نفسه بيعمل رستارت هيجيب لك دلوقتي اللوجو بتاع سامسونج وبعد كده نظام التشغيل تايزين وبعد كده هيجيب لك الشكل انت تشوفه دلوقتي انت لسه مشتري الشاشة بتظهر لك بالشكل بيقول لك مرحبا تجربة استثنائية مع شاشة سامسونج الخاصة بك في موسيقى بتكون شغالة وبيزهر لك خيران بسيطان ممكن تعمل توليف من خلال التليفون وممكن من خلال رمود كنترول اللي هو جهاز التحكم عن بعد طيب هو دلوقتي رمود بيشتغل بيتنشط مع فوقه هنكتم الصوت بس عشان خاطر هدوس بس هنا عشان الصوت تكتم هل ترغب في البدء اختر واحدا تختار هاتف ذكي ولا جهاز التحكم عن بعد وهتمشي خطوة بخطوة في فيديو شفحة تفصيلي في القناة ازاي تعمل توليف بشكل صحيح احنا بنختار هنا بيموت كنترول وبعد كده بختار بقى المنطقة جنوب افريقيا وبنزل كل القنوات من جديد وبعمل ترتيب للقنوات الفيديو ده هسيبولك في شاشة الناية وكذلك في صندوق الوصف ازاي تعمل توليف بشكل صحيح ولو عندك اي استفسار يريد تكتب لي في التعليقات ان شاء الله هارض عليك ولو لسه يجدين معنا في القناة اشترك وفعل الجرس على الكل عشان ونزلت الفيديو جديد يجيلك اشعر بالفيديو اللي جاي كان معكم مجدي عبدالغفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة